موسيقى صباح الخير حددت دوائر قصرب عبدالاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية وأشارت إلى أنها تعاد جدول الموعيد ليعلن عنه فور جهوزه أيضاً وكانت مراسلة الو تي في أشارت في الشأن الحكومي إلى أن مروحت أسماء مطروحة ولم يحسم أي اسم وأوضحت عن مصادر مقربة من تمام اسلام أن الأخير لا يريد العودة لرئاسة الحكومة بالمرحلة الراهنة هذا ويرتقب أن يعقد اجتماع اليوم بين علي حسن خليل وسعد الحريري الهدف منه التشاور مع الأخير حول الاسم الذي يدعمه ورؤساء الحكومات السابقون استغرب نائب رئيس مجلس النواب بليل فرز للتفكير بغير حكومة لم شمل التي هي المدخل لأي إصلاحات ورأى في حديث لإذاعة صوت كل لبنان أن لبنان في أعلى درجات الخطورة إذا لم نذهب إلى وضع البلد على سكة الاتفاق السياسي وفقا لإرادة المجتمع الدولي اعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني أن أب طلال إرسلان في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن ما حصر في خلدي بالأمس يدل على أبشع أنواع الفتن ذات الخلفية الطائفية والمذهبية الخطيرة التي تهدد الوطن والذين يزرعون الأحقاد بين الناس والأهل يتحملون مسؤولية هذا الاحتقان وما سيؤدي إليه من نتائج غير محمودة على الصعود كافة ودعا الجميع في خلدي إلى عدم الإنجرار وراء الكواليس التي تقوم على التحريض وزرع بذور الكراهية الفتن الطائفية والمذهبية والعنصرية يجب أن تكون من المحرمات ولا يحق لأحد إثارتها تحت أي ظرف أو عنوان ختم إرسلان المجاز انتهى عودة للزميلة ماي وفقرة يوم جديد